نجتمع اليوم في ظل وضع غير مسبوق في تاريخ السودان الحديث فقد صارت العاصمة السودانية الخرطوم منذ 15 إبريل الماضي ساحة لمعارك دامية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أصفرت عن سقوط مئات الشهداء وألاف الجرحة وتدفق عشرات الألاف من النازحين ومثلهم من اللاجئين إلى دول الجوار فراراً من جحيم هذه المعارك وبحثاً عن غزاء شح وارتفعت أثمانه ودواء مفقود ومستشفيات لم تزل تعمل بالرغم من شبح انهيار النظام الصحي برمته 23 يوماً من المعارك الدامية في العاصمة الخرطوم وأربع سنوات قبلها منذ إبريل عام 2019 من التناحر السياسي الذي حال دون التوصل إلى آليات انتقالية مناسبة متفق عليها تسمح بتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والإزدهار على الرغم من تعدد المساعي المبزولة عربياً وإفريقياً ودولياً لتوفيق وجهات النظر وقد أطلقت مناشدة في 19 إبريل الماضي لوقف إطلاق النار في أيام العيد وبما يسمح للسكان بالتقاط الأنفاس والتعامل مع الحالات الإنسانية الحارجة والعاجلة وذلك في بيان إنساني خالص ومع الأسف لم تنجح المناشدات ولا الهدن السبع المتتالية حتى الآن في حقن الدماء ووقف المعارك وسمحت بصعوبة بالغة في فتح ممرات إنسانية لنزوح عشرات الألاف من السودانيين وعمليات إجلاء للرعاية العرب والأجانب قامت بها مشكورة دول عربية عديدة بالتعاون مع السلطات السودانية المختصة ترجمة نانسي قنقر